اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد حاب اني اعيد الفوائد العظيمة لورق الزيتون ومشاكل وحل مشاكل الضغط ومش الضغط لحاله لكن بصراحة والامانة من خلال تجاربي ولفيت الوطن العربي وجدت اعشاب كثيرة بتعالج مشاكل الضغط اذا عرفت المشكلة المرض الاساسي اللي بسبب الضغط لكن اللي بحل مشاكل الضغط انا حاب اتكلم عنه اليوم اللي هي اوراق الزيتون اوراق شجر الزيتون هذه الشجرة العظيمة هذه الشجرة المشهورين فيها في الوطن العربي والان امتدت لخارج الوطن العربي هذه الشجرة المباركة مباركة ثمارها وزيتها في شفاها وحتى النوى حتى النوى له فوائد جدا عظيمة فما بالكم بالاوراق الان رجعت اوروبا ودول اوروبا تصنع منه كابسول لمشاكل الضغط وللمناعة نعم ندخل على صيدلية نحكي له بالله يبدي كابسول ورق الزيتون موجود عنده نعم موجود وشركات فلسطينية الان مصانع عملاقة بتصنع كابسول من اوراق الزيتون وبتورده لامريكا وبتورده لأوروبا لكل انحاء العالم لانه مشهورين في الزيتون فبالتالي ابن استفيده باذن الله سبحانه تعالى منها الخصائص العظيمة لهذه النبتة العظيمة فبالتالي اوراق الزيتون يتون الها جدا خصائص عظيمة لأبدالنا تعتبر علاج وفوائدها فوائد لا تعد ولا تحصى لأبدالنا هذه النبتة هذه الشجرة الموجودة وينما كان في الوطن العربي فلسطين الاردن بلاد الشام ايضا في تونس والمغرب مشهورين فيها وبعض الدول اذا فوائدها بتحارب الجراثيم والبكتيريا شوفوا هذه الاوراق الموجودة بين ايديكم وتشاهدوا هذا الشجر اذا بتقاوم الفيروسات والمكروبات والجراثيم منقوع اوراق الزيتون نجففه وبعد ما ينشف نطحنه او نفركه لما يصير خشن ناخذ ملعقة صغيرة منه على كوب الماء يصب عليها الماء الساخن نتركها ربع ساعة نتناولها مرتين باليوم وراحين تشوفوا النتائج اذا التزمنا فيها لمدة 14 يوم اسبوعين الى ثلث اسابيع حتى مشاكل الضغط بتحلها مشاكل الضغط انت عم تتناول شيء طبيعي شجرة مباركة ما لها اضرار ولا اعراض فبالتالي اذا استخدموها اجدادنا زمان لتخفيف الحمى الحرارة من المرض تتغلب على المرض وبتنزل الحرارة بتنزلها وايضا بتحارب الالتهابات اجدادنا لا كان فيه صيدلية ولا سيارة اسعاف بسرعة لحقوه على المستشفى عنده التهابات ولا دور خذ موعد من طبيب كانت عايش الناس ما كان سيارة اسعاف ولا كان مستشفى ولا كان طوارئ في كل شارع ولا طبيب متخصص وكانت الناس تتعالج وكان عندها التهابات كان يكون عندها التهابات فبالتالي كانت تتحارب الالتهابات بأوراق الزيتون تتشافى اجدادكم كانت اعمارها سبعين ثمانين سنة احنا الله اعلم اربعين سنة ومليون قصة ومليون سكري وضعف وضغط وآية كليتي وآية قلبي وخايف من الجلطة وتبديل أسنان وآية جيوب مسكرين وآية عيوني بدين الظرات الناس اليوم ما بالكم بالشباب اذا بتخفض ضغط الدم وايضا مفيدة لتخفيض الكوليسترول اوراق الزيتون هذه النعمة الربانية هذه الشجرة المباركة اللي الله سبحانه وتعالى بارك فيها مضيئة في كل شيء مضيئة الخصائص العظيمة لا أبداننا حتى تقرحات الفم الحبوب اللي بتظهر بالفم مضغ أوراق الزيتون واحدة بواحدة مجربة شوفوا التهابات على اللسان وحبوب داخل اللثة ومؤلمة لا نعرف نأكل ولا نشرب مي ولا نشرب بارد ولا حامي فبالتالي أوراق الزيتون بتحب من هذه المشكلة وأنا دائما بعطي كمان مضغ أوراق آسف قشور الرمان إذن اثنين قشور الرمان مضغ أوراق الزيتون إذن تستخدم في علاج نزلات البرد اللي هي أوراق الزيتون انفلونزا مشاكل البرد مشاكل البرد في العظام المدفون في داخلكم فبالتالي يشوفوا إذن بتخفض نسبة السكر بالدم مجرب فاللاحين فلسطين أهل الشام أهل القرى لازم يكون عندهم أوراق الزيتون مجففة بيحربوا فيها الأمراض بيحربوا سكر بيحربوا الضغط وأمراض الضغط الجهاز الهضمي حتى بتخفض نسبة الشحوم الثلاثية بالدم فبالتالي نستفيد من هالخصائص العظيمة إذن كوليسترول إذن دهون إذن صحة قلبنا ما شاء الله إذا ما في كوليسترول ولا في دهون صرنا أمينين من الأمراض عم بنكافحها زمان أجدادكم أنتو يا أولاد الشوكولاتة يا أولاد الشبس يلي تروحوا على الملحمة الجزار تشتروا لحم تقولوا بالله يا عليك ما بدي الدهنة أوعى أنا عندي خايف من الكوليسترول خايف شراييني خايف يسكر شراييني يرحم أجدادكم لما كانت لية الخروف عفوق الطبخة وما كان عندهم لا كوليسترول ولا دهون ثلاثية كانوا يمشوا كانوا يتناولوا الخل كانوا يتناولوا أوراق الزيتون مو مثلنا اليوم نس كافي بالله لو سمحت نس كافي هذا نس كافي ولا كانوا يتعالجوا بالشيء الطبيعي الشيء اللي الله سبحانه وتعالى إذن أجدادنا كانوا يستخدموا أوراق الزيتون ضد التسمم الغذائي ما كان عندهم ثلاجة ما كان عندهم ثلاجة يخزنوا اللحم يومين وثلاث كانوا يذبحوا الخروف وما بدنا نحكي على طرقه إن شاء الله بالحلقات القادمة كيف كانوا يخزنوا اللحوم لأنه ما كان فيه ثلاجة اللي هي البراد إخوانا البشام الآن فإذن هو ضد التسمم الغذائي إذن حتى غروح يلا يحكي معاي المخرج وحقك إذن حتى ذكرنا إنه للحمة حتى حماية من النقرس داء الملوك داء الملوك مفيد جدا استخدامه أيضا مفيد جدا ضد الثواليل الجنسية هذه مهمة في هذا العصر ثواليل نساء ورجال على المناطق الحساسة تناول منقوع أوراق الزيتون مجرب إحنا نعطي دائما لهذه الوصفات أوراق الزيتون ونعطي أعشاب أخرى منها المليسة من أسماءها الترنجان بتقاوم فيروس الحلة اللي هي الحبوب أو الثواليل تطلع على المناطق الحساسة لا حياء بالعلم للرجال والنساء فبالتالي إذن نافع بعون الله سبحانه وتعالى بتقاوم هذا الفيروس إذن التهابات المفاصل والروماتيزم أوراق هذه الشجرة المباركة اسمعوا مني أنا مش جالس من خلال هذه القناة أبيعكم خلطة وأقول لك ابعت لي عشان أبعت لك خلطة أنا قاعد جالس أعطيكم معلومة لوجه الله معلومة حتى الله بارك في هذه الشجرة ما إلها ضرر ما إلها أضرار فما بالكم أنه التهابات المفاصل والروماتيزم وألام الروماتيزم بإذن الله سبحانه وتعالى مفيدة حتى للشحوم لللي بده ينحف بشكل بطيء ويستفيد من الخصائص اللي ذكرتها يتناول إذن منقوع أوراق الزيتون إذن حتى هذا المنقوع مفيد جداً لمشاكل للربو في هذه الشجرة المباركة والأوراق المباركة ذكرنا كل شيء في هذا الشجرة مباركة حتى فحمها حتى فحمها حتى نارها حامية غير عن الأشجار الثانية شوفوا كيف بنستفيد إذن حتى ماءها غسول أو غسول المنقوع غسول للتجاعد وأيضاً بحافظ على نظارة البشرة بعون الله سبحانه وتعالى حتى الكمات فوطة نبللها بالمنقوع نضحها أي قروح وطفح جلدي وحتى الحروق كانوا يستخدموها أجدادنا لكن الطريقة المثالية لا استخدامها ناخذ الأوراق أكثر من شجرة يعني النوع مش شجرة تعرفوا أنواع الزيتون كثيرة لكن ناخذ من كل منطقة أوراق ومن كل شجرة مجموعة من الأوراق كلهم نخلطهم مع بعض صار عنا شجر الزيتون الأسود والثمر البعل وما أشبه فبالتالي بناخذ هذه المجموعة بنجففها بناخذ بعد ما نطحنها ملعقة صغيرة على كوب من الماء مرتين باليوم أسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا من هالخصائص الشجرة المعجزة شجرة زيت الزيتون وأوراق الزيتون العلاجية لألكم اللي بتفيد أبداننا وبتخلصنا من الكثير من المشاكل رحين نطلع فاصل قصير ونعود نستقبل اتصالاتكم ترى الأرقام بتظهر أسفل الشاشة فاصل وروحوا راجعين نواصل اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر شكرا